نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية جي اف اتش المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار يستعد عدد من كبار المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال في مملكة البحرين لحضور النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج 2024 والمقرر عقده في يومي الأحد والأثنين بالثالث والرابع من شهر نوفمبر 2024 في فندق الفور سيزنز خليج البحرين وذلك بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية سيتناول المنتدى مواضيع تشمل التحديات والاتجاهات الاقتصادية العالمية تحت شعار الاستثمار في منطقة مزدهرة بمشاركة 250 مسؤولا حكوميا رفيع المستوى ورجال أعمال من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين من الأسواق الرئيسية كما سيستضيف المنتدى السلسلة من الجلسات والاجتماعات المتخصصة واللقاءات الفردية التي ستسلط الضوء على موضوعات تتعلق بالاستثمار في الاقتصاد المستدام وأثار الذكاء الاصطناعي على التحولات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تم تخطيط الإصدار رقم 231 من سكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في 31 من شهر أكتوبر 2024 إلى الأول من شهر مايو 2025 علما بأنه قد تمت تخطية الإصدار بنسبة 286% والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية موسيقى موسيقى قال رئيس إدارة الثرواز في الثرواز الخاصة في مجموعة انفستكورب يوسف اليوسف أن المجموعة أعلنت تحالفا استراتيجيا مع منصة عوائد الاستثمارية وأوضح اليوسف أن ذلك بهدف تيسير الوصول للمستثمرين المؤهلين لبرامج الاستثمار التي ستطرحها المجموعة الداخل السعودية وأضاف أن هذا التحالف يأتي ضمن خطة متوسطة المادة من انفستكورب في قطاع الثرواز الخاصة حيث تسعى المجموعة إلى شركات مع عدد من المنصات المالية الرقمية في الخليج وجنوب شرق آسيا بهدف تسويق استثمارات المجموعة من خلال هذه القنوات أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن خطة المملكة العربية السعودية الرامية إلى تنويع مصادر اقتصادها المرتهن بالنفط تسير على المسار الصحيح رغم التحديات وأوضح الجدعان في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض أنه بسبب تلك التحديات تعدل الحكومة خطتها وتحاول عدم إرهاق الاقتصاد بنشاط غير منضبط وإعطاء القطاع الخاص الوقت للحاق بطموحات الحكومة واتابع الجدعان أنهم في الواقع على المسار الصحيح مستشهدا بتقييم داخلي قال إنه أظهر أن 87% من الأهداف إما تحققت أو أنها ستتحقق في موعدها المحدد ترجمة نانسي قنقر